بالمقابل أوضح القيادي في حزبي تقدم أحمد لمساري أن حصول حزبه على نتائج كبيرة في انتخابات مجالس المحافظات لم يكن صدفة بل هو نتاج تجربة تقدم في الأنبار لمساري بيّن أن حزب تقدم كان له بصمة في محافظة الأنبار خلال الفترات الماضية وهذه البصمة التي يريدها أن تنعكس على بغداد وغيرها من المحافظات والتي هي جذبت إليه الجمهور وجعلته يسحف زحفا تجاه الصناديق وباتجاه تقدم وضف أن الجمهور يريد أن يرى خدمات مماثلة لما هو موجود في الأنبار في المحافظات التي فاز تقدم فيها خاصة جمهور بغداد لفتا إلى أن الجمهور رد صاع صاعين على من استهدف الرئيس الحلبوسي وإقصائه غير القانوني من رئاسة مجلس النواب اشتركوا في القناة